تزامنا مع ارتفاع درجات حرارة صيف العراق عادت أزمة الكهرباء مجددا إلى الواجهة بارتفاع ساعات القطع المبرمج رغم الوعود الحكومية المتكررة بتحسينها وسط شكاوى المواطنين من زيادة معاناتهم الساعتين اللي ينطونيها بساعتين انقطاع بساعتين منحصل منعتها غير ساعة و الساعة من نتنن بها كل خمس دقائق مقطوعا لا وزير ولا ناطق ولا حكومة جتنا حجة بمصداقية ويا الشعب وفهمتنا بموضوع الكهرباء هاي احنا متبهذلين عوائنا متبهذلة تجي شغلك متبهذل تروح البيتك متبهذل ما مرتاح وسجلت بعض المحافظات العراقية ومنها الديوانية تراجعا كبيرا في ساعات التجهيز تزامنا مع جمرة القيض التي ضربت العراق مؤخرا حكومة الديوانية تحدثت عن نقص كبير في حصة الطاقة المجهزة إليها من وزارة الكهرباء حصتنا كمحافظة لا تصلنا بشكل كامل بالإضافة إلى موضوع الأطفاء عن بعد هذا جدا مهم بحيث أنه خارج إرادتنا بالتالي نضطر إلى أنه يصير عندنا إخلال بموضوع القطع أو القطع المبرمجي اللي هو ساعتين بساعتين الحقيقة الديوانية تحتاج إلى حصة أكبر من نتيجة للتوسع السكاني في المدينة كذلك عندنا مجمع سكانية زودت بالكهرباء بالتالي الموضوع يجب أن يعالج ومع تصاعد حالة الاستياء الشعبي من الوعود الحكومية بتحسين قطاع الطاقة أرجعت وزارة الكهرباء أسباب انخفاض ساعات التجهيز إلى توقف بعض المحطات بسبب نقص تجهيز الغاز من قبل إيران منظومة الكهرباء الوطنية متأثرة بعدم كفاية الغاز الوطني متأثرة بنقصان الغاز المورد انخفاض مع الدلات من 45 مليون متر مكعب اليوم الواحد إلى 20 مليون ألقت بضلالة على المنظومة وقفت عدد من المحطات حددت وحدات تولدية بمحطات أخرى أخسرت المنظومة أكثر من 5000 ميجاواط بالتالي انعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء نحاول الآن أن نتواصل مع الجانب الإيراني بغية رفع أطلاقات الغاز ويحمل المواطنون الحكومة مسؤولية التراجع في قطاع الطاقة بعد كثرة الوعود بتحسين واقعها وبالإضافة إلى تراجع ساعات التجهيز فإن الأهالي يعانون أيضا من كثرة الانقطاعات المتأتية أثناء التجهيز نتيجة توقف محطات التحويل وتقطع الأسلاك بسبب الإهمال والتقادم الذي أصابها ميثم شباني الحرة الديوانية ترجمة نانسي قنقر